مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية بهذا الفيديو رح نتكلم عن خبر مهم من منصة باينوس لكل شخص مسجل في منصة باينوس وعدة حساب أكيد المنصة رسلت لك مثل هذه الرسالة مثل ما تشوفونه هنا محتوى الرسالة أن منصة باينوس حدثت عنوين شبكة أليترون يعني أي عنوان كان عندك على شبكة أليترون TRC20 عنوان الإيداع في منصة باينوس حاليا تغير هذا العنوين طبعا العناوين السابقة ما زالت فعالة ولكن سيتم إيقافها خلال أيام لذلك يجب على أي شخص عدة حساب في منصة باينوس كان قد أرسله أو ربط عنوان محفظته بأي شيء سابق الدخول على المنصة ونسخ العنوان الجديد وتحديثه إذا كنت رابط منصة باينوس في موقع أو منصة وما أخذ هذا عنوانك عنوان الإيداع في منصة باينوس أليترون TRC20 وترسله دائما أو ترسل من منصة ثانية إلى منصة باينوس حاليا يجب تغيير عنوانك عنوان الإيداع وتخلي العنوان الجديد الموجود في منصة باينوس مثل ما تشوفون في هذه الرسالة يقول العنوان القديم عنوان TRX راح ينتهي إلى يوم 2-6 آخر يوم نوضح أكثر حاليا نحن في منصة باينوس نروح على المحفظة بعد ذلك نروح على الإيداع ونروح على TRX طبعا فقط هذا العنوان اللي يتغير نختار ترون TRC20 مثل ما تشوفون هذا العنوان الموجود حاليا هذا مو نفس عنوان القديم نتغير هذا العنوان وصار هذا عنوان جديد كل شخص مسجل في منصة باينوس عند هذا العنوان نتغير اللي هو عنوان ترون TRC20 واللي هو أيضا عنوان الـ USDT TRC20 لذلك يجب الحذر على مود ما تخسر أموالك تقريبا كان هذا كل شيء لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة